ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتأييد المشروعات التعليمية حيث جرى مناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس وكذلك متابعة موقف المشروعات التي يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية وعرض طلبات الدعم المجمعة والمقدمة للصندوق أكد عبداللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشهيد المشروعات التعليمية في إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للدولة وفي مجال التعليم